ايتنا عامل ما تقدرش تعيش من غير حب وياسمين عبدالعزيز عاوزة راجل حمش ورانيا يوسف بتحب الراجل اللي يصرف ما يبقاش بخيلة فنانات كتير قوي بعد الانفصال بقى عنده مواصفات معينة الرجل الأحلام يفتكروا بقى المواصفات دي تغيرت ولا لا بعد التجربة الأولى أو التانية نحلكوا معايا في الفيديو ده وانتوا تعرفوا أي ستة في الدنيا بيبقى لها مواصفات أحلام بالراجل اللي بترتبط به وعاوزة تكمل حياتها معاه خاصة بقى لما تبقى فنانة ومشهورة أكيد بيبقى ليها مواصفات خاصة وملهج زيه وعايزها تتحقق كلها مع الشخص اللي هي اختارت وتكمل مع حياتها مش بس كده دي المواصفات بتبقى أصعب لما بترتبط وتتجوز مرة وتنفصل وتقرر ترتبط تاني فالمواصفات جزء جميل منها كمان بي تغير من الفنانات بقى اللي انفصلت وبقى ليها تطلعات مختلفة شوية في اللي عاوزة ترتبط به بعد الانفصال الأول لها هي آيتن عامر اللي برضو ما تقدرش يعيش من غير حب ولا ارتباط لانها برج الحب والبرج ده ما يقدرش يعيش من غير رومانسية ولا حب في حياته وبالرغم من انها وقدة بريك من الحب دلوقتي بسبب خروجها من الجوازة الأولى بمشاكل معجوزة سابق اللي ان ده ما خلاش تتنازل عن مواصفات شريك حياتها اللي جاي واللي هام حاجة فيه يكون متواضع ومش مهم يكون عنده فلوس أو نفوز ولا لا اهم حاجة عنده انه يكون بيحبها وهي كمان بتحبه أما بقى موضوع الشروط القوية ده فهي مش بتحبه أبداً أهم حاجة عندها انها مش هتتنازل عن أي حاجة علشان خاطر حاج وضده أصلاً مبدأ التنازلات أما بقى المطربة بوسي واللي انفصلت أكثر من مرة في حياتها وكان آخرهم ميشام ربيع وللموضوع انتهى بينهم بمشاكل كتيرة لسبت احنا مواصفات لشريك حياتها ومن دهاش فيه أي مشكلة أبداً وعوزة بقى شريك حياتها اللي جاي يبقى عنده شوية حمشانة وإحنا ينعليها بيحبها مش بس كده أهم حاجة عندها الدلع ما هي ست شافت كتير في حياتها وعوزة تعيش مددلعة أما بقى رانيا يوسف تدي حكاية تانية خالص ورغم أن كل الناس بتشوف أنها ستة قوية في مشاعرها إلا أنها تعرضت للاستغلال العطيفي أكتر من مرة وقالت أنها لما تقرر تتجاوز مش هتقع في ذاتيني أبداً وأنها من الصفات اللي لازم تبقى موجودة في الشيك حياتها أنه يبقى كريم في أخلاقه وكمان في فلوسه ويكون كمان ابن ناس في تعاملات وبيعرف يتعامل كويس مع مراته ومع أي حد في الدنيا برضو تحبه جداً وأن يكون عنده حكمة علشان الموضوع بيفرق أنا شيحة اللي اتجاوزت أكتر من مرة المرة الأولى من أبو ابنها ومرة تانية من الفنان أحمد فلوكس والاثنين انفصلت عنهم من فترة لأن مواصفات رجل أحلامه هو أنه يكون صاحب كلمة وأن كلمته ما يكونش لأنه بيرجع فيها كمان ما يكونش كذاب لأنه ممكن تتقبل أي حاجة في حياتها إلا الكذا وطالما هي مرقتش رجل كده لحد دلوقتي فيها رفضة فكرة الارتباط بأي حد أما بقاشر يا عادف هي شايفة أنها تحب تتجاوز رجل شرقي غيور دي كانت مواصفات رجل أحلامها رغم أنها تجاوزت مرتين المرة الأولى كانت من رجل الدين ومعيز مسعود وكانت المرة التانية من الفنان طريق صبري وانفصلت عن الاثنين من فترة بالآخر كده مفيش ست ملهاش مواصفات في الاغل اللي عايزة ترتبط به انتم بقاشركوني مواصفات فرس أحلامكم اللي بتتمنوه وعاوزين تكمله معاه شاركوني برأيكم بالتعليقات